بعد انتظار طويل قام الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء بندغر بتدشين حزمة من المشاريع الخدمية في مجال الاتصالات والأنترنت وتتكون من بوابة عدن الدولية ومزود خدمة الانترنت عدن نت وشبكة عدن للأنترنت اللاسلكي وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحرية الدولي وغيرها من المشاريع ذات الصلة ويعد هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار أكبر مشروع تقني تؤسسه الحكومة لسحب السيطرة من تحت أيدي الانقلابيين رئيس الحكومة قال إن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وسيقدم خدمة انترنت سريعة تفوق سيعتها ما تقدمه شركة يمن نت بثمانين ضعفة وبسعر أقل وستدخل الخدمة نهاية شهر يوليو المقبل نهيك عن ذلك فإن تدشين شركة اتصالات جديدة من شأنه كسر احتكار الميليشيا للتحكم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويتم بالتدريج سحب البصاط من تحت أقدام الحوثيين الذين سيجدون أنفسهم معزولين خاصة إذا ما تم استكمال تحرير الحديدة متابعون في عدن يقولون إن نجاح هذه الشركة مرتبط بخدمة الكهرباء والتي لا تزال سيئة حتى الآن سواء في عدن أو بقية المحافظات المحررة فكيف يتم تأسيس خدمات تقنية ضخمة والكهرباء ما تزال ضعيفة تواجد الرئيس هادي وحكومته في عدن كيف سيؤثر على ملف الخدمات الأساسية منذ تحرير عدن في يوليو 2015 انتظر المواطنون في المناطق المحررة أن تقدم الحكومة نموذجا مشرفا لإدارة تلك المناطق وتوفير الخدمات للناس لكنها فشلت في ذلك وتعقدت المهمة أكثر بعد دخل الإمارات في الخط وتدخلها في الملف الخدمي في عدن وبقية المناطق المحررة وقبل ذلك فساد منظومة الحكومة وفشلها في إدارة مصالح الناس المعركة في عدن اليوم هي معركة خدمات وتقديم نموذجا يختلف عما يعيشه الناس تحت وطأة الإنقلاب الرئيس هادي في المقام الأول معني بتصحيح الوضع المختل في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة أيضا ينتظر منها أن تباشر أعمالها من العاصمة عدن وتذطلع بمهامها الطبيعية بعيدا عن إلقاء اللوم على الحرب وترديد استوانة أن الحوثيين يتحملون ما يحدث في عدن إلى اليوم